إذن بكاتم الصوت استخدم حزب الله أنصاره لترهيب الناشط الشيع اللبناني لقمان سليم حتى بات شعارا لهم وأيضا رسالة أوصلوها له في أكثر من مناسبة رغم ذلك رفض سليم الخروج من المنطقة الواقعة ضمن نفوذ حزب الله ومربعاته الأمنية وقتل فيها سواء بمسدس كاتم الصوت أو بغيره عثر إذن على لقمان سليم مقتولا في سيارته بمنطقة النبطية بمنطقة النبطية التي تشكل طبعا هذه المنطقة بيئة للحزب مقدار ما يبرز التعدد على سطح الجماعة الشيعية سوف يزداد القمع وسوف تزداد محاولات الترهيب وما يسري على الجماعة الشيعية يسري على أي جماعة أخرى طبعا تهديد لقمان سليم دفعه إلى نشر بيان هذا البيان جاء ونشر نهاية العام الماضي قال فيه أنه تعرض لإعتداءين في نوفمبر وأيضا ديسمبر وحمل مسؤوليتهما لزعيم حزب الله حسن نصر الله بعد الساعات من عملية اغتياله نشر جواد ابن حسن نصر الله تغريدة كتب فيها لا أسف وإن خسارة البعض خير ولطف طبعا على حد قوله الإشارات على حنق حزب الله من لقمان كانت واضحة منذ 2019 حين صنفه أنصار الحزب شيعة السفارة طبعا هو تعبير كان استخدمه حسن نصر الله في 2015 ضده كل شيعي لا يتماشى مع نهج الحزب والمقصود هنا طبعا السفارة الأمريكية ردود الأفعال على اغتيال لقمان سليم توالت مع تيارات ياسية لبنانية وأيضا دبلوماسيين ومسؤولين من أبرزها اتهام تيار المستقبل مباشرة لحزب الله ووصفه العملية ببداية تصفية الخصوم في قلب الطائفة الشيعية كما اعتبر النائب السابق باسم السبع في بيان أن اغتيال السليم رسالة من حزب الله لجميع الناشطين والمفكرين الشيعيين خارج مدار الحزب وهو رأي اتفق معه آخرون من الناحية السياسية أنا أؤكد أن ما أقوله هو اتهام السياسي هو مبني على الخصومة والعداوة السياسية التي يكونها حزب الله للمعارضين وبالأخص لقمان سليم بالذات الذي وصفه بأحد شيعة السفارة وموقف لقمان سليم الواضح والنضالي لمواجهة توجهات حزب الله على مختلف المستويات أما الاعتماد على أن نذهب إلى التحقيق وإلى مونالك نحن نعلم أن الشهيد اغتيل في منطقة يسيطر عليها أمنيا بالكامل حزب الله وعمليا تجربنا التحقيقات على مدى سنوات طويلة وعقود طويلة بالمساء المتعلقة بالاغتيالات ولم نصل إلى نتيجة فأنا من المنطقي أن أذهب بالاتهام إلى حزب الله